يعقد المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا غدا لإطلاع رأي العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة كان الجهاز التنفيذي قد أعد تقريرا شاملا يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكلفات والتوجهات التي حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة في إطار الاستعدادات لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي المهم وإحال الجهاز التنفيذي تقريره إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات الذي عقد بدوره عدة اجتماعات لتأكد من الجهازية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذي يتفق مع أحكام التستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة في شأن الانتخابات